رجعنا لكم في الكاسة دي كولتورة تلتحق بنا عافيف سالم بعد شوية دونك حاضرين في ربريك الارتستو تلتحق بنا زادة زميلة يسرى في الإخراج اللي دعوثميني في الإخراج الرقمي هذي الارتستو لليوم يالا سيدي في الارتستو لليوم عافيف سالم تدخل لنا بإنرجية كبيرة برشة دالة يعروسة الغنائية قاعدة دور على الغزو سوسيو فيسبوك وانستغرام وتيك توك عافيف مرحبا عسليما مرحبا طبعا نفورما الحمد لله في فئي السحة بخيرة ندخلوا في سول بالموضوع لأنه نصيف ساعة رتينيها نقش متعودة بالتأخير والله انا مواضبة انتي تعرفني عامل نعرف هذي طبعا موجمهورك يسأل عليك موجمهورك يسأل عليك وما هو الناس يقولوا ويني عافيف نحبو الناس معو الدلال يعروسة نستنوا فيك دونك مرحبا بيك عافيف نحبوني يجيتوا من بعيد شوية لغال مش مشكل نعرف التزاماتك المهنية موزيكا مبوريتمي كفاية برشا انرجي جاو السيف حاضريني لسنة اختيار منك انتي بش تدخل في الامبيونس متع السيف واللوجة على الاروسيت والخدمة متعنا ونحركوا شوية الموندو وقلت عافيف برشا مواليت وبرشا تواصل مع الجمهور في الغيزو سوسيو يخليني اليوم في وقاية متع ميسر ومتع خدمة نقول لهم ها هو جديدي اللي وعدتكم بيه لا يا عاد تفاضل فنختار لولا باهي الحقيقة رقيت روحي لازمني مش يعني انك تقدم جديد للجمهور متاعك اذيك مش مزي واجب ولواحد لازمو كيفي قدم جديد ما يخزرش الجديدة ذاكا انو ابليجي عليه انو يخدمو بالعكس هو قاعدين نخدمو في خدمة بكيف الدلالي عروسة كما كنت تقول هي جو عروسيت وحفالي وربوخ وصيف والجو هذيك استراتيجية الفنين في وقت السيف انو يهبط غنية تكون قريبة شوية للناس في عروسيت ومتفرحهم هكا ولا لي انا قبل وحش السراها هبطتها في صيف راه في صيف ما مشيتش بستراتيجية الجو والربوخ والعروسيت ومكشفت معنى يا ما شاء الله وحش السراها من الجمهور يحب صوتك في ديارهم وفي عروسيتهم وفي افراحهم دونك صوت قريب صوت فما شكون يعتبرو شعبي فما شكون يعتبرو قريب للأجواء الفنية التونسية وربوخاتنا دونك من حق جمهورك يظهر لي انو يسمعك في الجو هذا هكا ولا لي عافيف هدك انا شعملت خمامت في العروسة في دارها شبش تحط توا بربي احنا كنا نعرفوا اي عروسة تحب هكا تشيخة على روحة وعلى لبستها وعلى الحول متاعها وعلى ودلل روحة كما قلت انت ودلل روحة صحي اتميل وتدلل في نفس الوقت يا خينا قلت لها ميل وتدلل يا عروسة في الجو الحفالي معنى بش خمامت فيها كي بش تعمل دي فيديو تيك توك بسراحة انا اول ما خمامت خمامت في التيك توك يعني رجعنا للكلام اللي حكيناه في اول استيذافة كنت معايا في الحصة الثانية في برمجة لكاسا دي كولتورة في البرمجة الشتوية قلت لي عافيف اليوم اوقيت بش نخمام في ديجيتال وانا مشالا نراك ناشطة برشة على وسائل التواصل الاجتماعي يعني استراتيجية اليوم اوليت انه الفيديو ولا الموزيكة متاعي انه تدور على التيك توك وانستغرام هاي تنسيليك سؤال متى الفنين ميحبوش برشة لكن حقيقة مسيلش كي نعطيوا كنقاط الاستفهام اللي غيبوا نوعا ما على المستمع يعني اللي ما يعرف الساعات قدش يقاسي الفنين بش يخرج غنيه ولا موزيك سهلت لروحك بالي يغيزو سوسيو التسويق للموزيكة والله هاي ليك بعد انت حب تقولي غنيه سبانسوري زيك لي لي كي نقولوا التسويق للموزيكة يعني الموزيكة متاعك وقت اللي تدور على التيك توك هايك اللي شورت فيديو ولي فيديوهات الاقسار اللي يحفظوا فيهم الناس فيت فيه رفرات اللي انت يعود جمهورك بيه اي ديك حاجة اكيدة تيهنا نغني في الدار ونعمل معنية فيديو قصير نهبطه فما بالك غنيتي جديدة وتيعبة عليها ومخمة فيها وخادمة وليزم ليزم مش ساعات النقاد والناس اللي يتفرجهم بالتسوير البرانية يقول لك اعطيني غنيات على اليوتيوب اعطيني انتاج فني متواصل خطر كين تبع البرامجة اللي قادة تخدم بيها اليوم مع عفيف سيلم نلقى انه تبعد شوية ساعات فما حاجات في حياتك الشخصية ومبراليلي مخلينك تتقصر نوعا ما في حق جمهورك وإلا تقعد عفيف الموزيكة ضحكة وكيف معتا وقت اللي تلقي روحك في المود متاعها او كبش من جاوبش في بلاستك هي الموزيكة كيما كنت اقول راهو كيف اما انا منيش حاسا روحي قادة مقصرة وبعيدة توابين يا وما غنيت يا وما والدلل يعروسها ما بتيتش زيدا انا منيش من الناس اللي كل جمعة يهبتوا غنية ولا كل جمعتين انا ضد الفنان اللي مش ضد الفنان ضد الفكرة متاع فكرة كثرة الانتاج ولا فكرة كثرة الانتاج خطر معنية الغنية تتظلم اذا انتي بعدها بجمعتين ولا تلايثة بيش تحب تبخدوية اخر هذيك ديشها ما دارتش لازمها ايه وفكين منك انتي زيد تحب تخلي الجمهور ما تعطش لصوتك ايه لازم هذيك هو اللي لازم يسير يا اخي كان انا كيما في التلفزة زيدا بيش نمد وجهي كل جمعتين ولا كل شهر في تلفزة ولا في ميسيون ولا بيش يقلقوا انا راني من الجمهور دي دي الفنانين من ايه هم كي يقلوا في ستاكا هاوكا السب والله تفاديان الاسماء اللي كان يخيروا انه يعملوا متركاج ميدياتي كتلافير الراديو والتلفزة يبين اه في عاليد المرات بالنسبة لي ايه انا هذيك هو نفسه اللي يعمل بوز بطريقة خايبة ييك اللي سب ايه نحسك تخاف منها الحكاية بعيدة برشة على انك تقرب نحبش نحبش السب انا انا طفلة مسلمة نحب حبيبت الناس الكل يتوحشوني الناس الكل شوف ما حليها كي معناها تشوق وتذوق اه لا تذوق وتشوق منا نلقاكش معانتا اكتيف برشة في وما تعطيش مواقف اللي غيزو سوسيو يعني كي نرجع انا للفتحة الاخيرة اللي صار في اللي صار مؤخرا كنت النجم نراع عفيف سالم في البوست متاح على الفيسبوك ولا في انستغرام تعطي مواقف وقت اللي مثلا مؤخرا مدير المسرحة البلدي خذي موقف من الفن الشعبي والمزود كنت ننتظر عفيف سالم اللي صوتها اتربيت عليه الجيال هذية وحبوا صوت عفيف سالم في الأغنية الشعبية انه تكتب موقف كما عديد الفنانين ما مسكش التصريح مطيعه والله هي مسكش التصريح مطيعه وهي مناسبة معناها عش نحكي فيها تحية طبعا للمدير زهير الرئيس ليش علاقة بشخصه فقط المواقف الحب قلوه كنت نحبك هلا غالب تحمل عيني بصراحة قرار خلينا من الفد لك قرار خايب غالط نعتبره انا ما فهم مش علاش بش يمنع المزود علي شنو المزود اخي احنا مزلنا في العصور القديمة معناها بش نقول يحنا كنا يقول لك عنده الاماكريمتي عو عنده الفروحات المسرح البلدي مشعول للفن والمزود هو آلة موسيقية فنية معناها ما ينجمش حتى لهو ولا غيره يقصيها من المجال الفني ككل معناها من جهة اخرى فهم مشكون يقول من النقاد والا الاقراب من الميدان الفني يقولوا المسرح البلدي يعتبر نوعا ما ذو بهرج معين يمنع هذيك حتى هوش فسد الضوق طوام تاعنا بهرج والحكية تفيرغة كله بلا 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 معنيها بالعكس انا نرا انه فما برشة اغاني في المزود عالجة مشاكل اجتماعية عالجة قضايا اجتماعية في المزود ولا ولا الشعبي بصفة عامة معناها البدوي ولا قعدنا اقوله درشنية وبهرج وكالحكاية الفيرغة ورقي ومشكلة المزود ما هو شراقي فمش عدم تصالح من خلينا نقول مؤسسات الدولة او خلينا نقول الجهات المعنية في وزارة الثقافة واكيد يتكلم مدير المسرح البلدي اليوم ويبحث نوعا ما بطريقة اخرى ان يقصي الفن الشعبي والمزود بعد اقتراح عرض فوزي بن جمرة اللي كانت فيه فرجة ونوعا ما كان العرض اخذية الموافقة من المدير المسرح البلدي بعد تم الرفض هو هيدا سبب الموضوع كيفش بديه تحس انه اليوم التونسي كجمهور خلينا نقول قريب برشة من الفن الشعبي وغيور عليه لكن السلطات المعنية نوعا ما تاريخيا من وقت برجب واحنا رجعين ديما كان فما نوعا ما الصدام في هيدا الموضوع وكأنه اليوم المزود يقلق وكأنه الفن الشعبي فما ناس وماكينة تخدم ضده يقلق شكو هذي من المشكل يقلق شكو يقلق بعض الاشخاص اللي كلا يقول اللي يمشيوا بالارستقراطية ولا كالديكتاتوريين ولا نحنا في ولينا بشن وليو كينا في بلاد ديكتاتوري معناها شنية شنو معناها المزود هو ولا نرجع لشكون يقلق في فترة ما الموسيقى خارج هذا طبعا اللي يقولوه الناس في الرأي المخالف يقولك في فترة ما المزود الائلية الموسيقية والغناء الشعبي خرج من السجون وكان يبحث نوعا ما في بعض المشاكل اللي تمس حتى السياسة والدولة كان فما موقف منه والرأب توا يكلاش يفهمة الكلاشة دي متاع السياسة جمهور الرأب متعصب نوعا ما للموسيقى هذي ورابير ما يسمح لكش بش تتكلم في الموسيقى ما عندكش فكرة ما عندكش فكرة على جمهور المزود والله ما عندك وريد وهنا موقفي مو حايد لأهني نحب نعرف نوقف عفيف سالم فقط موقفي هنا اقول نقول اللي عملوا سي زهير الرئيس غالط كيفي كيف الفنانين الكل اللي قالوا اللي هو غالط معناها ما فهمش عليش بش يقسي المزود كيما زيدا الوتري ما تقساش من حتى بلاسة نورمالما المزود والزكرة والقسبة هذوما قليت موسيقية يتقراوا دجا معناها هذوما يتقراوا معترف بيهم معترف بيهم يتقراوا ولا دونك ما فهمش عليش بش يقسيهم وكبار الفنانين توينسا كانوا استعملوا إيلة المزود في أغانيهم منهم سيروت في بوشنير والعدي من الفنانين وعمره ما كان المزود كيما يقولوا هما متاع سجون ومتاع درشني اذيك كلها تبريرات فارغة بالنسبة لي انا عيب اللي عملوا نقول الانسان التوقيت مس شوية الفنانين زيدا عافيف لانو يقول لك احنا نستني وقتش تتحرك الامور ويرجع الناسيف والجو والامبيونس بيش ننجو نقدموا مادة فنية للجمهورة متاعنا نجينا نلقاوا هيدا نوع من التسريحات والبوز الاعلامي اللي صار فيه برشة كلمات من فنانين وخلي نقول لأرأة كنت مختلفة جدا كيما شنوها البوز وين البوز فما كلم صار انو حاول من معاه وضد رأي مدير المسرح البلدي زوعير الرئيس اللي معاه صار اللي معاه نتاور فما اقلية معاه ما نتاورش كين برشة ومنتاورهم جدا من الدومين الفن الشعبي بصفة عامة يعني هموش شعبي اللي يقتصر ولا على المزود فمتا ما انا انا اقول بصراحة انسان كي من هاكا اقول ما هوش كاباب بشي 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 حكي ما هوش مؤهل بشي 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 خو قرار كي من هاكا عليه ما فماش لجنة زعم اخذين من راسو وكينا تشاور مع اللجنة اللي معاه يخاي بتلمس على زيدا خير على خير ما غادي وين البلد زيدت بركت وعليش مرينيشي هدا في البوست متاك نرجعلك لسؤيل ملو الاختيار منك انتي فقط درافيش كنت ليه بتقني درافيش هروب من الاجابة يا ده والله ليه والله والله بالعكس انا انا تصدمت كي شفت تصدمت كي شفت معني هالقرار وقتها هبتوه وبرشة تفعله ومنعرفش عليش والله انا ما انا بصراحة ما زيدا منيش من الناس اللي اللي دوبا يراو حاجة يهبتو عليها اه يحكيوا معليها يقولوا انها بتراي معناها في في استاتيو اخر مرة احكيت معناها على رأي شخصي في حكاية عاملة البوز اه ما عندهش برشة حاسينو لا علي علي؟ عليش التخوف هيدا علي؟ ليه والله مش تخوف نحسك بعيدة شوية لما تحب تبعد على السيدام وخلي نقول التاليسونرا والتعبير على المواقف يعطي خلي نقول رؤيتك انت للجمهورم تيعك هاو عفاف سالم طريقة التخميمة بتاحها طريقة ادارتها الفنية هاو انا عفاف سالم الفنانة تعبيرك على مواقفك يخلي الجمهورم تيعك يقرب اكثر انه استنينا هني قلت لك انا استنينا انه يكون راي عفاف سالم موجود في تلك الفترة فقط يعني مانيش قاعد نبربش ونستنى منك في التسريحات بتاع تلك هي الحقيقة مو ما بربش ونيش واحدة هاني استنيتك انا بشجيني لهني بسألك سويل انك يجيت بحديك هاك يسألتني جاوبتك وعديتك راي معناها بكل وضوح اما كي ما كنت اقولك مانيش مانحبذش برشة اني نحكي على رأيي شخصي في ستاتيو مانحاول نخلي الفيسبوك متاعي ولا الانستغرام ولا تيك توك هذك الخدمتي فوالا للفيديو اللي نهبطهم للكلبات للغنيات للحاجات كم من هاكيكة نبعد شوية على المشاكلة اما في راديو اذا حد بش يسألني بش نقول رايي مانيش بش نيفق معناه بي واضح برش نبعد شوية على التسريحات ونرجع لخليك في الموندي متاع الموزيكة متاكة وانتي جيتنا فرحانة بالغنية جديدة بش نسموها بعد شوية للناس اللي يسمع فينا خليكم بغنشي على إذية راديو ميت بش نسمعوه الدلال يعروسة ظروف تسوير الكليب محليه مزيانة كيف فيها اللبسة مزيانة عكينا شوية لذروف تسوير الكليب والكلمات الدلال يعروسة هي كلمات الشعر جليدي العويني الحان تحية كبيرة ليه وطالحين ميكساج وتوزيع مختار الكبسي كيف نواجه لتحية كبيرة برشا عازف كوالحسين بن ميلود وطسوير دالي جوك انا هوني نحب نعود نشكر برشا دالي جوك الفوتوغراف اللي خدم معايا مكشفت انتي معاها الكليب حاجة مزيانة كوالحسين بلون هالين برشا الصورة ممتازة جدا الحقيقة القوستيوم ضحكتك في الكليب يعني الحقيقة ناسي الكولو دخلو تاول الشين يوتيوب منتع عفيف سالم وعملو تلا في الكليب احنا مش نسمعوكم لغنية بنسير ومشو عملو تلا في الشين يوتيوب اوفيسيال منتع عفيف سالم وتسمو لغنية هذي الحقيقة